ايوه معنى اتصال هودا ايوه 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 دكتور انا عندي خشونة في الركب عندي كم سنة يا هودا نعم عندي كم سنة مادمويا عندي 63 ايوه تمام عندي خشونة في الركب اه تمام مع العلم ان انا بمشي كتير وكان شغلي نشيط جدا يعني تمام حضرتك على المعاش دلوقتي ايوه تمام وحاليا برضو انا نشيطة برضو بس يعني بهلك نفسي طيب وليبت هليك نفسك هزود الاراض بتاعت واجع الركبة اه ركب يوجعني جدا عندي دوالي تمام وانا بتعامل مع دكتور هقس هشهش العزام قبل ما اروح له هو الدهالو يعني هل في حاجة تانية اكتر من كده او خدها او حاجة هو دلوقتي المشكلة اللي عندك ايه دلوقتي ايه اللي بتشكي منه دلوقتي ركبك واجعكي اه ركبي طيب انت وزنك زيادة لا والله انا كنت 81 بقيت 60 ياه انت كنت قصد تنزلي وزنك كده هوت لا والله هي جاد كده يعني في حاجة كده فقدت 21 لاتري دم اوكي طيب اه عملت عليك طبيعي او بتعملي عليك طبيعي الركبك لا ما عملتش حاجة خطر طيب انت مجهودك كل يوم ايه ماشي كتير ولا قوف كتير نعم مجهودك كل يوم بتقولي انا باهلك نفسي بتعمليك كل يوم اه 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 انا مجهودك كتير اه يعني بتقف كتير بتشغلي في البيت كتير اه بقف كتير طيب بيجيلك وجع في ركبيتك ورغم كده بتكملي شغل اه بيكملي دي لازم نبطلها طيب ماشي دي اول حاجة واهم حاجة انت هتتحرك اليوم بتاعك في حدود الوجع وما تعدمديش على مسكن علشان الوجع يروح فتكملي شغل البيت دي اكتر حاجة مش عايزين هتحصل لان انت مثلا نازلة عايزة تعملي مشوار تقولي اخد المسكن عشان نعمل المشوار الفلاني لان غالبا انت بتعملي حاجة زي كده مظبوط طيب الخلاصة ان هنا هو في موضوع قلم الرجبة اللي بيجي بسبب الخشونة اهم حاجة ان المريض يحترم قلم الرجبة ويتحرك في حدود قلم الرجبة يعني الرجبة ما ادي له مساحة قد كده هوات يتحرك في المساحة دي ما يعديهاش الضرر بيجي ان انا اخد مسكن واعمل المشوار بتاعي او الشغل بتاعي ان المسكن بيشيل القلم القلم ده في الاخر برضو نعمة من ربنا بيقولك فيه مشكلة اركن وريح فلما انا اخد مسكن الغي الوجع واعد افرم الرجبة يبقى انا كده بدور الرجبة اكتر فعلى قد ما نقدر المسكن ده ناخده عند لزوم بس واهم حاجة ان احنا نقوي عضلات الرجبة دي اما بتنمرنات نعرفها ونعملها في البيت دي اما نعمل جلسات على اكتبين او الرجبة بتاعي اشتركوا في القناة